أعلن حزب الله في بيان مقتلى أمينه العام حسن نصر الله وتعهدت قيادة حزب الله في بيان بمواصلة جهادها في مواجهة إسرائيل وإسنادا لغزة وفلسطين ودفاعا عن لبنان وفي وقت سابق أفاد حزب الله أنه قصف مستعمرتين ميتسوفا ومعلوت بخمسين صاروخا ردا على الهجمات الإسرائيلية على مدن وقرى لبنانية واستهداف مدنيين هذا وقد أعلنت وزارة التربية والتعليم اللبنانية تعطيل العمل في المدارس والجامعات بسبب الأوضاع الأمنية